ما يسمى مستشار رئيس للشؤون الخاصة شفيق مصباح عنده 200 ألف متر مربع في بوشاوي مثل نزار بمناسبة 200 ألف مربع في بوشاوي لو افترضنا أن المتر المربع هو 20 مليون فقط اضربوا 200 ألف في 20 مليون وشوفوا شحال تخرج لكم هذا واحد من عقيد مستشار تعتبون طبعا اداهم قبل حتى ما يكون مستشار وهكذا وكاين اللي ما عندوش متر متر مربع ما عندوش لما داروا هذا القائمة تاع الكائنات الإرهابية يعني المافيا الإرهابية درنا كائنات إرهابية وحطونا في الكائنات الإرهابية وكذا وقال لك راحين راحين شوفوا السيطروا على دولهم مش عندهم من أملاك ومن قصور ومن فيلات ومن أموال يجمدوها طبعا فسق ثاني واحد من الأفاضل قال لي واش رك مخلي يا سي محمد ثم فضحكت قتل والله لا أملك متر واحد اللهم إلا كان مئتين متر ما زلت باسمي لكن في الحقيقة قبل عشرين سنة قبل عشرين سنة مئتين متر في الجلفة هي كانت مئتين وخمسين متر الجار نتاعنا قد منها خمسين متر لما راح له انسيبي اللي مات الله يرحمه قال له رك اديت هذه أرض انتع انسيبي وراك اديت له منها خمسين متر قال له والله خطعا فقال له راهو دلت الجار خمسين متر قلت له سألوا قلت له شوفوا إلا أنه فقير سمح له إلا أنه لا داها قصدا وكذا قل له لا عوضها فلما راح شافه قال إلا إنسان فقير وعنده أسرة قلت له خلاص اسمح له هذه كل مئتين متر بعتها لهذا انسيبي اللي توفى الله يرحمه قبل عشرين سنة قلت له شوف أنا راني دقة الأرض في الجلفة لكن من بعد ضميري مسمح ليش صحيح زوجتي من الجلفة وحسيت باللي بلاك أنا ما نش ساكن في الجلفة راني درك في بريطانيا كانت نية يعني ندير فيها جلفة باردة في الصيف يعني أهل زوجتي في المنطقة فكان نية يعني فقلت له ما نش مرتاح قلت له ورا لي شاري القطعة الأرض هذه حوالي خمس ملايين سنتيم من فضلك رح قومها شوفاش حال تساوي هذا الكلام رح في ثمانية وتسعين تسعة وتسعين يعني عنده أكثر من عشرين سنة الان راح ورجع لي قال لي رح تساوي الآن حوالي خمسة وعشرين مليون قلت له من فضلك بيحة رجع لي الخمس ملايين تاعي اللي صرفتها عليها والعشرين مليون أتصدق بها لأهل الجلفة وكان يوم هيشتغل مدير مستشفى في الجلفة قال لي والله راكينين زوج توام أعتقد الآن نذكر مليح زوج توام وكانت عندهم مشكلة نضن في العينين يعني وكانوا غير كما فتحوا مستشفى يمكن تعويون قريب من الجلفة أو شوية بعيد لا أعرف المهم كانوا زوج من مراض قال لي قتلوا أعطي لهم مبلغ والأمور الأخرى قتلوا شريها مصاحف وحطها في المساجد ولا كين فقرة وزحالة فقام بذلك شرهوا الأرض 25 مليون خلى لي 5 ملايين في الحقيقة بعد برعنا بها أيضا وهذه العشرين مليون أصرفها على أهل الجلفة فقط اللي صار أني ما قدرش نكتبله لأنه لما راح بش يكتب قال له لا لازم يكون حاضر آه قال له ما يقدرش يحضر قال له ما يقدرش يحضر أو في الخارج قال له يروح للقنصلية قال له لا هذا ما يقدرش رحل للقنصلية لما ذكر له اسمي آه قال له أنا عرفت شكل قال له إذن ما تقدرش أني ننقلوها لك فره مات مسكين وما زال ما تنقلتوش الأرض على اسمه واللي هي في الحقيقة مكتوبة عليها هذا كل ما هو على اسمي وإن كان ما هوش ملكي الآن يعني هذه هي كل الجزائر في الحقيقة أنا نعتبر كل الجزائر ملكي حتى وأنا لا أقيم فيها لكن فقط باش نقول للعصابة والله لا أملك فيها شيء متر مربع لا أملكه الحقيقة كان بيت أنت على الوالي بالمناسبة عبد الرحمن ساكن فيه هذا اللي خطفوه له البارح را عند المخابرات الإرهابية جاني الخبر اليوم را عند المخابرات الإرهابية ممكن جدا يديروا به دحدوح ممكن جدا يعني ممكن جدا يديروا به دحدوح بسحراني موجدي لهم احنا ثاني مرتبي لهم واحد المفاجأة صغيرة كي يخرجوه دحدوح نخرجوه ونحن حاجة واحدة أخرى الجزائر اللي منقول جدا عليها عمري بالعكس يعني نعتبر هذا المعركة 27 سنة هي خير ما في عمري ودائما نتمنى إذا لم تتحرر البلاد نتمنى أن نلقى الله وأنا على هذا الحق وعلى هذه المعركة حتى تتحرر البلاد بإذن الله إذا متنا قبلهم كي نحرر كثير وكي رجال كثير وكي نساء كثير ويحررها بإذن الله دولة المدنية ستقوم بنا أو بغيرنا بإذن الله نتمنى فقط أن نشوفوها ونعيش فيها ولولي أشهر تحت نخلة تحت زيتونة تحت كرمة تحت في الشمال في الجنوب في الغرب في الشرق لأن صعيب صعيب لما تكون 27 سنة ما شميت شرح تهوات على البلاد كنت أخاوتك كنت أحبابك كنت أهلك كنت أوطنك كنت أشعبك صعيب لكن هذه هي أرادة الله أرادة أن تكون بالأمور هكذا لا نملك في الجزائر شيء ما تتعبوش روحكم رغم عندي حتى حاجة بأسمي لا شيء ممكن يقول حتى حاجة بأسمي ومش معناها عندي بأسمة أخرى ما فيش لأن نظرتي ما هوش ملك التراب ولا ملك دار ولا ملك فيلا مش هذه نظرتي في الدنيا إنك ميت وإنهم ميت النظرتي في الدنيا هي واستطرق كأخلاق كمبادئ كمواقف كحق كمثال هل أنت مع الظالم ولا مع المظلوم هل أنت مع المحقور ولا مع الحقار هل أنت مع المنهوب ولا مع الناهب هذه نظرتي في الدنيا وحتى في هذا البلاد الشقة هذه أني كريحة البلدية ونخلص أجري ونخلص وكل شيء وما نديش حتى البينيفيد بالمناسبة في فترة معينة كان عندي الحق في البينيفيد والله ما اديته سنتيم ما اخديتوش في العشرين سنة الأخيرة هذه السنتيم نقدر نقول في 18 سنة أو العشرين سنة تقريبا سنتيم ما اديتوش ربما جاءت فترة فيها سنة أو سنة ونص وإن كان الوضع خلاص نهائيا سيء جدا اللي ربما دفعوا حق الـ أعمل بيدي وبي جبيني والحمد لله كثيرين لا يفهمون ويعتقدون أن الدنيا هي وش تملك هي الفلات هي الشقق هي السيارات هي مش عارفواش هي المال هي لورو واذهب كاش واحد نهار شفتوه ماتوا الدمعا هذه الأشياء وش يدي الإنسان معاه عمل وش يخلي الإنسان عمل سلوكه وش يقول عليه الناس في الدنيا ويدي معاه عمل إذا كان مؤمن بالله سلوكه ربه إذن عبد الرحمن أخوي اللي اختطفوه للبارح بارح رأى عند المخابرات الإرهابية رأى عند عبلة والتحقيق واحتمال كبير يتم تصويره وطبعا يخرجوه دحدوحي يعني اكتشفنا في حسب ما قال ياخد من خوتنا هناك مياء أكثر من مئة تقطيع في الفيديو التاع محمد بن حليمة اللي فوتوها فيها 27 دقيقة أكثر من مئة تقطيع وراح هذا يبان بعد علميا يعني بالدليل خبرات الإرهابية بدل ما تنتبه مثلا بدل ما كانوا يتفطنوا إلى تغيير سبانيا لموقفها في قضية صحراء اللي صرفوا عليها موال الشعب الجزائري لمدة 47 سنة والديبلوماسية والجيش ما تفطنوش قال لك تفاجأنا تفاجأنا بالموقف الإسباني تفاجأنا اي طبعا لأنهم قاعدين تعسوا في المعارضين في اللي طالبوا بدولة مدنية ولأنكم مافيا عسكرية ومخابرات إرهابية هذا اللي يرعبكم ولذلك إسباني هو جدرت لكم في نفس المغربية الصحراء أعطاتكم محمد بن حليمة المغرب يريد أرض وأنتم تريدون معارضين فهموكم السبانيون فهمينكم مليح طبعا السبانيون يوم يعرفون مليح ونعرفون مليح عنا أكثر من ألف سنة ونحن أكثر من ألف وخمسمائة سنة متجاورين معاهم في السلم ولا في الحرب يحتلون ولا نحتلوهم السبانيون عارفين لكم مليح للأسف الفرنسيس عارفينكم لي حطيليان عارفينكم لي والعموم والشعوب عارفتكم لي